في سابقة وصفت بالأولى من نوعها وسيلة إعلامية تركية تبدأ بتغطية تطورات الأحداث غرب إدلب مقطع مصور يظهر فيه مراسل قناة CNN التركي أثناء توثيقه الدمار الناجم عن قصف طائرات النظام والاحتلال الروسي منازل المدنيين في مدينة جسر الشغور محيطها المكان الذي يشير إليه المراسل يبدو مشابها لمقاطع مصورة بثتها وزارة الدفاع الروسية أثناء قصف طائراتها منازل زعمت أنها لجماعات إرهابية في جسر الشغور وبلدة الجانودية وفيما وصف نشط إدلب وجود القناة التركية الأمريكية في المنطقة بمثابة رسالة لروسيا ونظام الأسد جاءت تطورات ميدانية أخرى لتشير إلى حجم تعقيدات ملف إدلب وشمال السورية وسائل إعلام تركية عرضت مقاطع مصورة لقافلة عسكرية للجيش التركي وصلت إلى ولاية كلس مقابلة لبلدة الراعي شمال شرق حلب وضمت القافلة شاحنات محملة بالدبابات بهدف رفع مستوى التعزيزات على الحدود الجنوبية مع سوريا التعزيزات الحدودية سبقت بتحركات عسكرية مماثلة ولكن لتعزيز نقاط المراقبة التركية الخاصة باتفاق خفض التصعيد بمدينة مورك شمال حما ونقاط عدة غرب إدلب بما فيها جسر الشغور وفيما أكدت مصادر ميدانية أن غارات الاحتلال الروسي قبل يومين جاءت على مقربة من إحدى نقاط المراقبة التركية في قرية اشتبرق ما زال الغموض يلف مشهد محافظة إدلب قبيل الاجتماع الثلاثي لضامن اتفاق خفض تصعيد الروس وتركيا وإيران في حين ومع تصعيد ميليشي أسد والاحتلال الروسي الذي أوقع أربعة عشر قتيلا بين المدنيين غرب وجنوب إدلب كان للفصائل المقاتلة بمن فيهم الجبهة الوطنية للتحرير رد قال ناشطون إنه رسائل جاءت سريعة باستهدافات صاروخية لمعسكر جوريين غرب حما ورشقات صاروخية مماثلة استهدفت تجمعات لميليشيا أسد بمدينة القرداحة مسقط رأس بشار شرق الاذق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر